شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس شارقة للإعلام ختام المجلس الرمضاني في نسخته الثانية عشرة والذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وذلك في مسرح المجاز في إطار متابعة سموه لكافة الأنشطة الثقافية والإعلامية حضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للإعلام ختام المجلس الرمضاني في نسخته الثانية عشر والذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الجلسة الثالثة والختامية والتي جاءت تحت عنوان الإبداع الفني من السيناريو إلى الأداء شارك فيها كل من الفنان المصري أحمد زاهر والكاتبة البريطانية شرباني باسو مؤلفة كتاب فيكتوريا وعبدول الذي تم تحويله إلى فيلم أمريكي يحمل الإسم نفسه بالإضافة إلى المخرج المصري محمد دياب مخرج مسلسل فارس القمر وأدار الحوار الدكتور عبد السلام الحمادي محاور الجلسة تناولت مساهمة المادة المكتوبة في نجاح الأعمال الفنية والتكامل بينها وبين السيناريو الدرامي وسينمائي والأداء التنفيلي بالإضافة لدورها في الإخراج الفني وجوانبه الإبداعية واتفق المتحدثون خلال الجلسة على أن السيناريو يمثل العمود الفقري للعمل الفني السينمائي ودرامي بشكل عام كما ثمن المشاركون اهتمام إمارة الشارقة بالثقافة ودعم الفنانيين والمسرحيين بالإضافة لتنظيم العديد من الملتقيات والمهرجانات الخاصة بسينما الأطفال والشباب والمؤسسات الأكاديمية ما يجعلها مركزا محوريا للفن والفنانين الجلسة حضرها إلى جانب سموه كل من طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وعلياء السويدي مدير المكتب الإعلامي وحسن عقوب المنصوري الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام وحشد من الإعلاميين والجمهور وفي ختام الجلسة تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للإعلام بتكريم المتحدثين في الجلسة